كيف بدأ الفيلم ديانب بن سميتها ماديسون وكنت تجري في الغابة في الليل وهي 4 نمشي واحدين تابعينها من بعد لقيت واحد دار ودخلت ليها خذت التليفون بشعيط على اللي يعاونها ولكن اللي جاوبها قال لها سميتها سولته من انكي عرفها فقال لها انترى كيف دار دابا وهنا هذو كل تابعينها عرفوها فين كاينة وجاءوا خطفوها من بعد كنشوفوا طيارة دخلت الجزيرة اسميتها جزيرة الخيال هذه الطيارة كانوا فيها خمسة ديال الناس أولسون و باتريك و ميلاني والخوديجي و براكس نزلهم الطيارة واستقبلاتهم جوليا المساعدة ديال روك والمسؤول على هذه الجزيرة رحبات بهم وبركات لهم على ربحهم في المسابقة التي خلتهم يأتيوا هنا وقلت لهم بأن هذه الجزيرة فيها معجزة حيث اللي جاء لها وتمنى شيء قد تحقق له وقلت لهم يمشي ويرتاحوا دابا وفي الليل سيشوفوا المسؤول ديال الجزيرة روك من بعد نرى ابنت ميلاني اخذت بلاستها و خرجت من الشانطة لها تصويرها لها هي و صديقها أما جوليا غير وصلت أولسون لبلاستها ومشيت بدأ يهبط لها الدم مني فيها أولسون كانت تشاهد في المراية ثم يبدأ لها شيء حد محروق ولكن عندما رأيتها لم تجد حد وقلت بذلك غير كنت تخيله صافي من بعد في الليل جمعوا كاملين فلوطيل و يتسنى وفرق وكانوا واخدين هذه القضية للأحلام التي تتحقق من نيتهم ويقولوا بالأمنيات ستتحقق لهم يمكن حيث سيعطيهم مخدرات مجهده ويبدأوا يتخيله هنا جاروك ورحبيهم وقال لهم كان هناك قاعدة واحدة خاصة يعرفوها قبل ما يبدأوا والتي هي عندهم الحق في حلم واحد وخاصة يعيشوا هذا الحلم حتى يكمل من بعد خذ الخوط ديجي وبراكس بحقق لهم الحلم ديالهم وهو تكون عندهم فيلا ويكونوا لباس عليهم وفعلا الحلم ديالهم تحقق والفيلا مع الموسيقى والاحتفال كي يعيشوا فيها دابا هنا براكس شفحته هو ذاك الرجل المحروق اللي شفته أولسن من قبل في المراية ولكن ضغيه يرجع أغبر من بعد جات أولسن عند روك وقال لها الحلم ديالك هو أغرب حلم سمعته حتى لدابا وسولها على السبب هي قلت لي باللي أنا والسعادة ما كانت لاقاوش حيث من خمس سنين هادية درت غالط وكنت مننا نرجع ونصلحه حيث كان عرض عليها الصديق ديالها آلان الزواج ولكن هي ما بغاش حيث كانت تقول باللي ما كانت تستهل الحب دياله وكنت تتمنى تكون عندها بنت منه هنا روك اخدها احدا واحد الباب وقال لها دخل لحلم ديالك غير تفتح الباب القترتها في الريستور اللي كانت طلب منها الزواج آلان فيها جاء عندها آلان وقال لصفت طابل اللي سيقلسوا فيها بالصح فقالت له باللي ما متيقاش باللي تلاقات بهم وخمس سنين مفرقهم آلان قال لها من خمس سنين يكوننا مع بعضياتنا غير هات الصباح أولسن تصدمت وعد فهمات باللي الحلم ديالها رجعها للماضي من جهة اخرى نرى ميلاني واقفة مع باتريك هي سولاته على الحلم دياله فقال لها من ديما كانت تمنى أن نكون في الجيش ولكن لم يجب أن يمشي له وتمنى دابة يكون عسكري ومنين سولها على الحلم ديالها هي قلت له من ايامات اللي سي كانت واحدة اسميتها ما ديسون ديما كانت تنمر عليها حيث كانت تشبه للدراري فقالتها تعاني نفسيا ومشت الطبيب نفسي اسميته طورتو وتمنى ترى هذا ما ديسون تتعذب كيف مآداتها وهنا جارك وقال لها البيت للحلم ديالها واجد منين مشات ليه لقيت ما ديسون مربوطة في كرسي ورزاجة لم يكتبين صورة وصوت وكان قدام ميلاني اهلها تحكم فيها الكثير من البطونات في الأول قلتها تشغل في العالم الافتراضي يعني ليس حقيقي وبركات على البطونات التي بدأت تضرب في ما ديسون بالضوء وهنا بدأت تتعذب فيها من بعد بركات على بطونات أخرى وخرج لها فيديو مصورة فيها ما ديسون وهي تخرج لها ميلاني اخذت الفيديو وانشرته في الانترنت وكانت تحت ما ديسون ترى هذا الشيء وهنا اخذ فيديو واحد اخر فيه رجل ما ديسون لم يرى الفيديو وبدأ كيصوني لها هنا ميلاني عاد عرفات بأن هذا الشيء حقيقي وليس غير خيال في هذا الوقت روكو وصل بطريك للغابة ومعطها الماتيريال واللبس العسكر وغير دخل للغابة خرج له واحد سيد سيده دائمون اخذ بطريك وقال له لكي تخرج من هذه الجزيرة دابة و هنا جاءت فرقة من الجيش وشدوا بطريك حتى حسابهم عدوليهم ربطوا له يدو خداوه في نفس الوقت ألان طلب الزواج من أولسون وهذه المرة وافقاته هي فرحانة أما بطريك لم يكن يتمشى مع هذه الجنود وهو مربوط تم جلقائي ديالهم والذي كان يشبه البابه بثائث ولكن بطريك لم يكن له في بلوب لأن هذا شيء يستطيع أن يكون حقيقي وقال مع راسورة غير رقجة ممتلك يشبه البابه وصافي و هنا هجمعت عليهم فرقة أخرى ديال العسكر وبدأوا كثيرا وفيهم حتاجت قرطصة في الكتاف بطريك وغيب نرجعه عند ميلاني لأنه رأيت الدكتور النفسي طورتو دخل البيت عند ماديسون وغير زول الكمامة على وجهه بنفمو بالمخيط كيف مات من الناس ميلاني في الحلم ديالها و جاء دابة كي يعدب ماديسون خذ الموس وبدأ يجرح فيها ميلاني تلفت بثاف وغطت توقف هذا شيء وتعتق ماديسون و دابة خاصة بعدها طورتو على البنت خذت الميكروفون و أمرته كي يقطع لها الصبع الصغير من يدها اليسرية وفعلا سمع ليها و غير قرب من هذه الجهة بركات على بطوناتها و خلت الضوء ضرب و تخرج له المكحل من عينه وطاح من بعد هرست ميلاني الزاج و دخلت فكات ماديسون و غير خرجه من تم تعرفات عليها و قلت لها باللحة هي مخطفة بحالها هنا و لم أردت ما تقول لها الحقيقة أما ديجي و براكس ناشطين و صهرانين في الفيلة ديالهم ثم يجي جهتهم القرطس و شي وحدين يجمع لهم تلعود غيل بتوعيته على الاروك اللي قال لهم بالله هادوك ومالعصابة ديال كلاشوف و جايين يتفهموا معهم على شيء حاجة و في الآخر ما بغير يعاونهم ميلاني و ماديسون كانوا مازال غاديين في الغابة ثم يخرج لهم الدكتور طورتو عوداني شد في ماديسون و بغير يقتلها و ميلاني حاولت تعتقاه ولكن ما قدرتش هذه الصويرة لي أنا والدي منين جبتيها باتريك قال لها أنا والديك الذي في الصويرة و هناك يعود لي على الذكرياتهم مع بعضياتهم و شي حوائج عارفهم غيره و مبجوج ثم تقف فيه بباه و عارفوا بالليب الصح نيت هو والده و تقولوا امتى آخر مرة تشوفنا باتريك قال لها آخر مرة هي فاش كانت عندك مهمة في فينزويلة ومشيت لها بباه تصدم و قال لها غدغد ينمشي بالصح لها المهمة الغدليه كان نرى أولسون وهي تشوف رجلها وبنتهم يلعبون مع بعضياتهم حيث تذهب في المنطق قال لها هذا كل سبابه و الأمنية التي تمنىها من أن نصل هنا حيث قبل أن يصل خرجوا هو و مرته يقلبوا على هذه الجزيرة من أن نسمع الأخبار عليها ولكن في الطريق مرته لم يقدرت على الصفر و ماتت و في وصل الجزيرة أتمنى أن ترجع له مرته و في المقابل يبقى يحقق لناس الأحلام لهم و أطلب من أولسون تستمتع مع عائلتها دابان رجعوا عند باتريك الذي كان مع أبا و سوف يراجعون بحالهم ولكن باتريك لم يرغبا و قال لهم أن نبقى هنا و نقص صحابي لن نذهب من بعد و قال لها يلا معي و كان وعدك أن نذهب مع المهمة لك و ينجحوا فيها بجوش بالنسبة لديجي و براكس دخلت عليهم العصابة و أخذوهم و بدأوا يسولون فيهم أين هم الفلوس و المخضرات التي لديهم ديجي قال لهم هذا شيء في القبو و أخذوه معهم براكس و هذه كانت غير خطة دايرها الأخوة أما أولسون كانت تلعب مع عائلتها قدام البحر ولكن قليلا لم أحسنت براكسها بأخير و السعادة التي كانت باغاها لم يكنها خلتهم تماما و رجعت اللوطيل فهذا الوقت ميلاني و ماديسون و دامون وصلوا إلى واحد الكهف كانت فيه حجرة خارجة من بعدها لمكحل قال لهم دامون بأن هنا مصدر قوة هذه الجزيرة و قال لهم بأنه يسير ريجي لكي يحقق في هذه الجزيرة و كي يعرف ماذا يكون بالصح هنا و عاود لهم على قصة ديالو من الساعة التي طلب من روك حلم و هو يرى بنته الذي ماتت من عام هذا و أمور مدخل الحلم كان كل شيء كيف مبغى ولكن من بعد كل شيء يخرج على السيطرة و خلها روك محبوس في هذه الجزيرة و لم يعرف كيف يخرج و قال لهم هذا المهنة هو الذي يجعلهم يعيشوا هذه الأحلام و سيستخدموه ضد منه و أخذها منه قليلا مراهة أعطى لميلاني للمرادية البيلوت تعيط له وهو الذي سيخرجهم من هنا أنا ماديسون فهمت كل شيء و عرفت بأن ميلاني هي التي تمنى تعدبها و هي السبب حتى دخلت لهذه الجزيرة ولكن ميلاني حاولت دفع على رأسها أولسون رجعت عند روك و قالت له بالذي أردت حلم وحد آخر حيث لا شيء الذي تقصد منه أن تقصد له أن تصلح خطأ في الماضي والذي قصدت بالحلم الأول هو ترجع 6 سنين من قبل و تعتق جارها من الحريق الذي كان في العمارة و هي التي كانت السبب فيه و كان في إمكانها تعتقوه هذا النهار ولكن لم تقاتل وهذا الشيء الذي يريد تدير هذه المرة في الحلم روك و وافق و حقق لها الحلم في البلاسة فتحت الباب و القطرصها في العمارة ديالها و العافية كانت شاعلة و فش كانت طالعة في الدرج شاهدت ديجي و براكس هابتين و حتى حد فيهم معاونها و حتى فش خرجت على براء كان باتريك من البوليس الذي كانوا جول هذه العافية هي مشت عنده بشي عاونها ولكن حتى هو ما بغاش و قال لها ما نقدره ندخله حتى يجيب البومبية أولسون طررت ترجع تدخل بوحدها للعمارة و لكن تدخلوا غيبات في هذا الوقت براكس تنتبه هذه العصابة التي تحبتها للقب و تدخل الوحد البيت و ترع لهم من أمور الباب من انطاحوا خرج البسقينة منهم و خرج من تماما في هذا الوقت كان دامون و ميلاني و ماديسون ما زال غادين في الغابة تم اخرج لهم معاون الدكتور تورتو و كان غاد يهجم على ماديسون و لكن جدوا دامون و طحوا بجوج من فوق الجبل هنا ميلاني خذت المال الذي كان هزز معه دامون و سيتمشيه يوم ديسون لوطيل أما باتريك و بابه و الفريقهم وصلوا إلى فيلا ديجي و براكس و ثم باتريك و شاف براكس و بجوجهم لم يفهموا كيف تدخلوا في أحلام بعضياتهم الفريق باتريك هجم على العصابة تم اجت قرطاسه في صدر ديجي و مات و بقى القرطاس قدام بين الجنود و العصابة حتى تضرب بين باتريك و ماتحته و قدام ولده نمشي عند ميلاني و ماديسون و مورما وصلوا لوطيل و دخلوا لهذا البيت اللي كانت تتعذب فيه ماديسون و ثم ماديسون عيطت على رجلها و قلت له يعاونها حتى هي مخطوفة في جزيرة و طلبت منه اسمحها على ما الذي يشاهد في الانترنت رجلها و وفق يعاونها هنا أعطت النمرة لهذا البيلوت الذي يأخذوه من عندهم و عيط عليه حتى يذهب للجزيرة و يخرجهم هنا دخل عليهم باتريك و براكس و عاودت صدمه حتى تلاقوا في حلم واحد و جاءت عندهم حتى أولسون و من يشعروا بالخطر و أرغبوا يخرجوا و يهربوا تلاقى لهم روك و قال لهم سأتدرسكم للأحلام حيث لم يتمشيش كيف مبغينا في الآخر هنا هضرت أولسون و قلت لهم روك جبنا لهنا لكي يحقق حلم شي واحد آخر و ليس شيء أحلى من نفسنا و عودت لهم فاشدخلت على تقجار هانيك الذي كان يتحرق ثم شافت دي جي و براكس و شافت تحت باتريك الذي لم يريد أن يدخل يعاونها براكس قال لهم راه نيك كان صديقنا في العمارة و هذا النهار للحريق جئنا نطمنع له و لكن كان قل لنا بل الذي سيخرج مع صديقته نقضت ميلاني و قالت له راه أنا صديقته الذي سيخرج معي هذه الليلة و هنا روكس ضمهم و قال لهم أنتم كاملين في الحلم لنيك و لا ستخرجوا من هنا حتى تموتوا ثم الطيارة جاءت و خرجوا من اللوطل حتى يمشوا فيها و لكن تفرقعت وهي ما زال في السماء حيث العصابات لم تتعليها قنبولة و بدأوا يهجموا فيهم حتى هما و لكن هربوا و دخلوا للغابة و بدأوا يفكروا كيف سيقدروا يخرجوا من هنا سالمين هناك كوبل لهذه المساعدة روكس ميتها جوليا هي أما ينيك و هي اللي حلمت هذه الحلمة لكي تنتاق من ولدها ميلاني قلت لهم على هذه الكاف الذي يلقى و القصة لهم كيف يعود لهم ضامون و قلت لهم الأحسن نمشي و تمهون نهرسوا هذه الحجرة التي خرجها من المنبع و هكا سيسحر هذه الجزيرة و فعلا تحركوا بشي يمشيوا للكاف و كان باتريك هزمها قنبولة و نخدها من الفيلة لكي تدخلوا على العصابة غير وصلوا للكاف أولسون رأيت بنت هاتمال داخل معانيك و هو ذلك اللي كان يبليهم في الأول و هو محروق هي قلت له خصك توقف هاتش اللي كتدير فيه قال لها ماشي أنا اللي كندير و فش سولته على جوليا و اشهي يا أمو قال لها لا ما كان عارفهاش و من بعد غبر هنا باتريك خرج ليه واحد يشبهه البامل من بعد يلمه و كان باغي يقتله و لكن غير هرب منه خرجت ليه ميلاني و دخلت ليه في كرشو موت حتى غوة أولسون و براكس معوه و فش كانوا جايين عنده خرجت ليهم ميلاني و جرموا هاماديسون اللي شد هذا الدكتور طورتو و قلت لهم بكل كره بل منهم عرفت سر هذه الجزيرة جبتهم كاملين معها لكي تنتاقم منهم حي تحرموها من خاطب هانيك اللي كانت عايشة معاه بيخير و هو ما معه و نوش و خلوه يموت محروق و هنا شافوا في يدها هذه القنبولة أولسون قربت عندها ولاهاتها حتى قدر براكس يأخذ الموس من يد دكتور و ضربوه به وأولسون خذت القنبولة من يد ميلاني و هربوه من ثمه مشاول عند هذه الحجرة اللي في المنبع بش يفرقعوها و لكن هنا جاروك طلبت منه أولسون بش يلغي الحلم ديال ميلاني و لكن ميلاني جات و قالت ليهم لا ما يقدرش و هنا هدروا و قال لهم باللي مرته جوليا عايشة حتى لها بسبب الأحلام ديالهم و إلا ما بغاش الشي حد الحلم دياله ستقدر تموت أولسون غوتت في وجهه و قلت لي هذا خطأ اللي كدير حيث تخصوه يخليها تموت على راحتها مش يعدبها هكا و لكن روك ممطيق شادرتها سرق منها القنبولة و رمهافل من بعدي يلمها و فش خرج عند مرته و لقها كي يسير اللي يهدم مني فهو بينك تموت هي قلت لي بكل براءة فين هم الضياف ديالك خاصك تمشي تطلع فيهم و هنا مات تبنيدو غبرات و قرر بش ميعاوش يرجع هالحياة مرة أخرى أما المجموعة ديالنا فجاء عندهم باتريك اللي كان مضرب و قال لهم أنا مستعد مضحي براسة غير بش نتهنه منها ميلاني قلت ليهم و هي مع الصباح كلكم غالطين و خاصكم تعاقبوا هنا رجع عندهم روكو و قال لهم ما تنساوش راهم نحق كل واحد منكم حلم بش يحققوا ثم ما ديسون تفكرات ما الذي يهز معها فشربت منه بش تهي تحقق الحلم ديالها ميلاني كان يحسابها باللي ستطلب ترجع مع رجلها ولكن ما ديسون صدمتها فشتمنت أن ميلاني تمشي للبلاسة في نكاين نيك و فعلا نيك خرج من المنبع وجرها عنده و شوية حتى خرجت يديها من الما و رمعت عليهم القنبولة هنا باتريك رمارسو على القنبولة و ضحاب راسو بش ما تتفرقاش فيهم من بعد فاقت أولسن فلوطيل و كان حتى براكس و ماديسون و هنا نرى واحد صويرة باللي باتريك مات و كان مفتخرين بها عائلته و تماجه الطيارة اللي سيديهم روك قال براكس باللي ما زال من حقك تمنع أمنية حيث الأمنية اللي عشته من قبل كانت ديال خوك ديجي ماشي ديالك براكس تمنع خوه يرجع للحياة و في المقابل هو يبقى في الجزيرة ديما و فعلا نرى الطيارة ديجي اللي يرجع للحياة و اذهبوا معهم و رجعوا لحياة معه و تاني و هنا تسالة الفيلم ديالنا نتمنى الملخص يكون عجبكم و لا تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايتا و ديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجاية تلاو و نتلاقاو في الفيديو الجاي